لو جاء لكم الألم مش مصاحب لحاجة معينة مثلا عندي صداع دايما الألم هو الصداع ده من الحاجات في الصميون تخصصنا لو الصداع مزمن لازم نعرف هو إيه سبب الصداع هل هو صداع نسي يعني حيك مثلا يجي لك الواجع تشكيس من عند حضرتك برضو في البداية يعني مثلا في الصداع لا ممكن يجي لنا كدكتور ألم بس أنا يعني لو جاي لي أنا الـ Prime Physician لازم هشوف هل هو عنده مشاكل فانيها حول دكتور رامد لازم ييس نظر هل هو عنده مشاكل جيوب أنفية لازم يروح لحد أنف أوزن ويسابعد أن فيه مشاكل في الجيوب الأنفية الصداع ده شكله إيه لو إحنا في صداع مثلا معاه ترجيع شديد يعني ومعاه أعراض تانية ممكن تقولي أن فيه مشكلة في المخ لا ده لازم يعمل يروح لطبيب لأعصاب سواء جراحة أو بطنة لو كل الكلام ده نيجاتف أنا بقعد معاه واشوف إيه نوع الصداع هل هو صداع نصف مثلا العيام بيجيه الوجع أكتر من 15 يوم في الشهر بيقعد لساعات بيعنده حساسية من الضوء ومن الصوت وبيجيله بغسيان وجيله في جنب واحد من دماغه لا أنا ممكن أديله أدوية أو أعمله حق لنوع من الأعصاب في الدماغ ممكن يقلل له وجع بالنسبة كبيرة دول مرض الصداع